اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع ان الرقم الاول بمباريات اكثر بـ 62 جيم بس رقم الهلال اصعب لانه لازم انتصار وراء انتصار سلسلة عدم الخسارة اشوف انه يعني لو تتعادل اوكي تمشي السلسلة عكس هناك هناك لازم انتصارات بس ان شاء الله انا طمعان بالرقمين كلهم بداية الموسم كنت اقولكم رح ابدأ وحاول اكون فريق اكون مدري وشو اشوف ده الان وصلنا لمرحلة حنا افضل فريق بالعالم في هذا الموسم قبل ان نبدأ مقطع اليوم اشترك بالقناة لعيون سلسلة الانتصارات اشترك بالقناة وفي حلقة اليوم عندنا مباريات رهيبة لاننا في موسم الانتقالات اليوم ممكن يطلعون لعيبة يجون لعيبة زي كذا بس احتمال لا تجون لعيبة يعني احتمالية قليلة بحكم اني صرفت كثير هذا الموسم فاليدارة قالوا لي يهو شكمت الخسائر ذي لعا النادي يعني لو بجي بتعاقد بجي بتعاقد بسيط زي كذا يعني للتشكيلة بس لازم ابيع كم لعب تذكرون اصلا مندي ينباع وفييرا ماني متاكدة اذا ينباع ولا لا حلقة اليوم عندنا ذهابوا اياب ضد ليفربول لازم انتصارات قرعة دو واشو الشهر هذا اللي جايزي كذا 28 ها واشو الشهر هذا الغريب شهر غريب يا اخوان العموم قرعة دوري الطال وربما معلش قرعة دوري اليوروب بليغ انا في اليوروب بليغ معلش قرعة دوري اليوروب بليغ ما بعد طلعت تطلع بعد شوي بس التركيز في هذا الشهر في نصف مهائي كاس كارابالد وذي ليفربول ذهابا وايابا طيب انا الان ابغى شيك على فييرا فييرا هل طلع من النادي لاني انا شاكم الموضوع اذكر في الحلقة الماضية نحطها تفقى بتالي اتقال هل فييرا انت طلعت لا فييرا باقي في النعم اليوم لازم يتصرف فييرا يتصرف يعني يتصرف على اي نادي يروح ينقل على اي نادي تصريفه خلاص يراتب ك64 94 معلش 25 مليون يورو اتصرف حلو اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 هذا هو النظر يمكنني استقامات الأشياء يجب أن تجد حلول الحلول يمكنني أن تجد حلول كرة أمان، أنت بإنبليه أحقي بإنبليه أيها مدينة لوتارو مارتينيز لوتارو مارتينيز كرا ج evidentًا لثر وحاولين tratانيز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انحكم يقرر إتاحة الملفة أمام ليفر بول ميرينو اتحرك إلى ذيفل فيكتور ليندلوب حكم يقرر إضافة دقيقتين في هذه اللحظات انحكم يقرر إتاحة الملفة أمام ليفر بول في اللحظات الأخيرة من المبارات بحثاً عن هدف التعادل اتحركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانس ترجمة نانس ترجمة نانس تعطي منذ أن هذه المقاطنة tekn manifestations يقوم على الصلح بين الغرفين موضوح يعطي مناطق المشاركة اتقلوا اتقيه وتركها oleh هذا العذbreak رجالًا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بيني بين هلالة عشر انتصارات والله كثيرة اه اوكي يا ساك الان الخبر السيء يا اخوان حسب طيحته والدبل وانه مسك ركبته اوكي احاسيسي تقول ان الاصابة فوق اربعة شهور شهرين الحمد لله شهرين الحمد لله الحمد لله شهرين يعني خلونا نقول الاصاب هو في يوم 28 يناير نمشي شهر الى 28 ضد الستي شهر الى 28 شهرين التوقف الدولي ممكن يلحق على انبارات ماتشستار يونايتد الحمد لله ساكا رح يرجع قبل ما ينتهي الموسم الحمد لله الحمد لله ياخي انت بدعس وجهك انتقل فقط انتقل خروج نيلسون الى نيوكاسلوناتب 18 مليون يور الحمد لله في هذا الانتقالات جلس ادخل فلوس الحمد لله جلس ادخل فلوس اكبر مني اصرف بداية الموسم كنت تصرف كثير او شي هذا حارس انا وديتها المدل القصير تمام يا عارة خلو يلعب انا لمحت شي لمحت ليفربول بعدين ماتشستستي بعدها بيومين في كاس الاتحاد الانجليزي ايو والله نار شرار نار شرار حلقة اليوم في حال انتصرت في المباراتين رح اجيب 21 انتصار متتالي السلمية الجهزية عبدالله السلمية الجهزية عبدالله لف على الجهزية تطبيقها التشكيلة في حال فلوس ضد ليفربول وماتشستستي 21 انتصار متتالي انا ركوردي الان 19 ركوردي 19 لازم نحن الاعتماد على اليقل التشكيلة كامل لانه ضد ليفربول بالان ترجمة نانسي قنقر 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 من راح اجيبك الله يا برناردو يا سيلفا يا سلام رايز أليكساندور ماذا هذا يا أرنل يو وكي اضغط ديابي مجنون ديابي إلى مارتينيلي ماذا مستحيل التصلي ماذا التهريج هذا اللي في الملعب اكسب ضاع لي مربوض ضاع كلب لقد فشأت من هذا الطقم بس لا تناول تبريات غلط كونتي حان صديق تعجبي كونتي خفيف اما رايز عند أصفر من متى هذه المرتبة ووووو يا غريزمان يا غريزمان الصراحه أنا غلط غلط هذا ضغط مدافع واحد تحمس تضغط مدافعين أليكساندر الله أرونل دا بغاي سجل باور شوت تنا نهاية الشرط الأول 2-1 يعان لا يتعدلون لأن حتى لو التعادل وانت فايز بالمجموع ما يعتبر انتصار في سلسلة الانتصارات فلازم انتصار في جميع المباراة هاي صيام صيام جملة تكتيكية حلوة بفانوس عينك على أرونل عينك على أرونل ما حد شافها لنا لما يشبلنا في الفتureة المؤفرة وكأنها ذا skillet سوف تف snatch حينما يع습니까 انظر الحنOO يكون عينك على أرونل من ان الشرطة مرتبط فأوا هل تدخل بمضي تضع انظر الحن gerان خويت cựس المترجم للقناة 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 مانويل آكانجي تحت الضغط وعليه الحذر مانويل آكانجي مانويل آكانجي هنا إلى رودريغو تحرك ديبروين أنظر في حذر مانويل آكانجي آكار مانويل آكار مانويل آكار تحرك أعجبني ما علي حتى لو أنك ضيات انفرادة ما علي ما علي كورناردو يا سلام يا سلام يا سلام أنا نازلت رائق أنا نازلت هادي أعطوني لعب الصح بس شكرا لعبوا كويس بس هذا اللي يبي بس أبغى لعبوا كويس هلوة هلوة ما علي ما علي والله إني هادي أنا واثق أنا واثق بالفريق واثق بالفريق صار لي زي كذا ضد ليفربول يا سلام يا سلام يا رائع اشتركوا في القناة 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 هل انا بسوي انتقال بسوي شي كم معاي اصلا فلوس انا بكم بعت كم بعت بعت 151 وصرفت 256 واللهي جميلي يا عيال واللهي جميل خفضوا الراتب 59 مليون يورو الزيادة 31 مليون يورو شفسوا كيف عدلت الميزانية كويس خلص موسم الانتقالات وفي لعيبة ما انتقلوا مثل ثلاث لعيبة هذولي هم الوحيدين اللي بقوا يعني في تشكيله مع الحارس صح اربع لعيبة هذولي هم اللي بقوا ما طلعوا من الفريق يا عيال في شي هاجد اكاديمية النادي يا اخي اكاديمية النادي روح انتقالات فريق عمل الشباب معنا انت هايش معناه خنعين واحد ثاني يشتغل خمسة من خمسة هذا المطلوب يا اخي الكورة اللي جاسة تولد مواهب الان الانجليز والاسبان الصراحة فانا بشوف لي موهبة انجليزي موهبة انجليزي موهوب فنيا نعم في اي ماركاز طبعا هذا الحكم عنده خمسة نجوم كشاف متوفر جاسة تفرج على وجهي احين قلعلك لاي دولة هذا هذا بودي السعودية تمام اجي سسة عشر في السعودية بحث لي عن برضو موهوب فنيا برضو موهوب فنيا تمام يعال اشتغلوا معنا اشتغلوا معنا صح صحوا صح صحوا يا رجال يلا يلا ابعين واحد ثالثة بعد اربعة خمسة تعال انت ابغى الحين مواهب من اسبانيا بحكم الني سرجو راموس الحين ابغى لأكاديمية فل ابغى لأكاديمية اخوان فصل شف انت بتطلع ولا الغي عقدك في حال انتصرنا لانتصار رقم 22 اتمنى يصير يلا يا رجال يلا يا افضل فريق بالعالم او الله انتصار رقم 22 في حال انتصرنا ضد كريستالبلس الرقم راح يكون 23 انتصار متتالي طيب كم بقالي على والله رقم سلتك كثير ثوني ثمانية وثلاثين جيم يا ساتر يلا يا رجال ضد كريستالبلس اثق فيكم واحد واحد سراكم تصنعون التاريخ وبس انا بس اعطيكم كلمات تحفيزية يا عيال تصنعون التاريخ يا عيال انت صار رقم 23 توقفت محادثات يا شيخ بجيك هنا للنادي وبخنقك شانتك منك هذا 80 ممتاز أيوة وش الحارس هذا اللي طلع لي مدري من وين أوه فيفا بدوا يزحفون يطلعون حراس أوكي عدنا احتاج حارس حارسي في ألابز 85 وصل هاي يا عيال بعد رمز ديل شكله بعد رمز ديل بشرف النادي رجع العلاقة يا حارسي بس والله الأمريكي 80 80 يا عيال قيمت 24 والله يمديني من الأرباح أنا عندي أرباح عالية الصراحة داركت الموضوع والله يمديني عشان نجي نموسم القادم 25 مليون 24 990 كذا رح أسطرك على خدودك 33 والله اني لازل تحس النغالي 33 الصراحة كم وصل ترتيب الثامن يا لابز ليش بنسبة لدوري الأبطال ألافز بيبار يمين طيب ألافز لأنا مش وارف دوري الأبطال وربا أوكي خلونا نشيك على ألافز الحين تكفى ألافز إنك في دورة 16 تسواها ألافز ضد نابولي والله يأثق يا عيال ضد إيفيرتون للانتصار رقم 24 رسميا بوفانوس خلش الثمانين بما أنه خلش الثمانين بعد هذا المباراة إن شاء الله بروح أضبط لخطة تطوير مناسبة يلا يا رجال يلا يا رجال أوكي انتصار رقم 23 إيه 24 مليش 24 تفصلني خمس انتصارات على رقم الهلال خمس انتصارات فقط أول ما يجيب أددد عقدة وزود السنتين عيش فيه يا عيان طيب يا أخوانو صلى نهاية حلقة اليوم عندي 24 جيم سلسلة الانتصارات هل في الحلقة القادمة رح أكثر هذا الرقم وبرضو رح نعرف منه خصمي في دورة 16 في اليوروب بليك إن شاء الله في الحلقة القادمة برضو وقفنا عند مباراة نيو كاسل ما في شي اسمه محاكاة وراء التصوير لأني أنا في سلسلة الانتصارات فبما أنه في نيو كاسل رح نكمل من عند نيو كاسل والحلقة الجاية عندنا كاسل اتحاد حلو كاسل اتحاد ضد أستون فيلا ماتشستر يوناتد وبرضو رح يضافه الشو رح يضاف اليوروب بليك في هذا الشهر أو الشهر القادم بإذن الله نعم رح يضاف اليوروب بليك بس أنا يا أخي أستغرم هم ما لعبوا الجولة التمهيدية ولا شو سالفة يعني حسوا مطولوا آه لعبوا الذهاب يعني في الحلقة القادمة واحد من هذولي رح يكون خصمي في اليوروب بليك طيب خلونا نلعب لعبة تتوقعات تمام نستبعد ماتشستر يوناتد وينج بويز توقع عزيز المتابع منه خصمي في اليوروب بليك تمام خلونا نشوف توقعاتكم اللي بيجيبه والله انك اسطورة والله انك اسطورة عام شي اشتركوا في القناة وإن شاء الله نكون مستمتعين يا أخوان في رمضان كامل والمحتوى المقدم لكم إن شاء الله نكون مستمتعين يا أخوان فبس هذلك عندهم اتصلاح لكم الاشتراك أمه السلام اشتركوا في القناة